اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او تجنيد عناصر جديدة وتكفيف منافع تمويلها وقد ثمنت في هذا السياق جهود الجزائر في مكافحة الارهاب في منطقة الساحل والصحراء في ظل التحديات بتلك المنطقة على جارب اخر تناولنا اخر المستجدات المطروحة على الساحة العربية حيث توفقنا في الرؤى على اهمية دفع اليات العمل العربي المشترك بما يهدف الى صون الامن القوم العربي وحماية وحدة وسيادة مقدرات الدول العربية ولا افوتوني في هذا الصدد ان اعرب عن خالص تمانيات مصر للجزائر الشقيق بالتوفيق والنجاح في رئاسة القمة العربية المقبلة وقد بحثنا اخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبزولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق تطلعاته في دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما تناولنا مستجدات الازمة الليبية حيث توفقنا في الرؤى على دورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بدون التثناء وفي مدى زمن محدد تنفيذة لقرارات مجلس الأمن ذات السلة ومخرجات مصاري باريس وبرلين وبما يعيد ليبيا إلى الليبيين وبما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحقق وحدتها وسيادتها واستقرارها من ناحية أخرى فقد تناولنا قضية الأمن الماء المصري كونه جزءا من الأمن القوم العربي وتوافقنا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية وقد ثمن الرئيس تابون من جانبه الجهود التي تبزلها مصر للتوصل إلى اتفاق شامل ومنصف بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة كما اتفقنا على تعزيز جهودنا المشتركة على الساحة الإفريقية في زور الدور المهم الذي تطلع به كل من مصر والجزائر في هذا الشأن واستمرار التنسيق والتعاون في إطار الاتحاد الإفريقي ومواصلة جهود دعم بنيت السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية بما يمكنها من تجاوز أي تحديات تواجهها وتحقيق الرخاء والاستقرار لسائر أبناء قارتنا الإفريقية أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تابون لقد أسعدني لقاءكم اليوم وأنني لأتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا بما يحقق مصالح شعبين الشقيقين ويلبي تطلعاتها متمنيا للجزائر الشقيق كل الخير والاستقرار والرفاهية تحت قيادتكم الحكيمة وأجدد ترحيبي بكم في بلدكم الثاني مصر أرحب بك فخامة الرئيس فضل بسم الله الرحمن الرحيم أصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد فخامة الرئيس وأخير عزيز عبد الفتح السيسي اسمح لي أن أعرب مجدداً عن سعادتي بتواجدي على أرض جمهورية مصر العربية الشقيقة والعزيزة علينا وأجدد الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة لقد مكنتنا هذه الزيارة من إجراء محادثات حقيقةً مثل ما تفضلتم وحدثات تارية ومثمرة تندريج في سياق تشاور المستمر بيننا تشاور متواصل حول العلاقات الثنائية وحول الدور المنوط بمصر والجزائر ومساهمتهما في مصاري الدفع بالتعاون عربياً وإفريقياً إلى ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة كما أكدنا على ضرورة العمل سوياً لحفظ المكان اللائق التي يتبوأها بلدانا على الصعيد الإفريقي والواجهة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وما تحتله جمهورية مصر العربية من مكانة تاريخية وجغرافية استراتيجية في مد جسور التعاون بأشقائنا العرب في القارة الأسيوية وبالتأكيد فإن الباعث الاقتصادي في المبادلات وتسهيل الاجتثمار بين البلدين قد أخذ حيزاً من المحادثات وتطرق وتطرقنا إلى البعد الجيو السياسي الإقليمي الإفريقي والعربي على وجه الخصوص وسيبقى هدفاً متجدداً في استراتيجية التعاون الجزائر المصري الإفريقي والجزائر المصري العربي محادثتنا التي شملت مجمل القضايا المطروحة في المنطقة سواء كانت المنطقة العربية أو المنطقة الإفريقية والتحديات التي تواجهنا إقليمياً ودولياً خلصت إلى التوافق توافق تام في الرؤى ووجهات النظر وإلى ضرورة مواصلة التشاور وتوسيعه تمهيداً للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر والتي أسعى مع أخي عبد الفتاح السيسي والإخوة القادة العرب إلى إحاطتها بالأسباب التي توفر أرضية مشتركة للوصول إلى التوافق التوافق الذي نأمل إليه والانطلاق في عمل عربي مشترك بروح جديدة تقوم على تغليب القواسم الجامعة الموحدة وعلى ضرورة إدراك ومجابهة التحديات ضمن السياق العالمي وما ينطوي عليه من أجندات علنية أو خفية هي في الغالب ومع الأسف لا تخدم طموحتنا المشتركة وإيماناً وأمالنا في بناء جسور جسور التراقي والتعاون والتفاهم عربياً وإفريقياً قصد النجاة شكراً فخمت الرئيس وأخي على حفاوة الاستخدام سلام عليكم شكراً شكراً للمشاهدين استمعنا إلى كلمة مشتركة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظريه الجزائري تحدث الرئيس السيسي عن تكثيف التعاون في مكافحات الإرهاب بين البلدين وتوافق الرؤى حول دفع عليات العمل العربي المشترك وما يتعلق كذلك بدعم القضية الفلسطينية الملف الليبي كان حاضراً كذلك في التشاور تحدث الرئيس الجزائري عن أن المحادثات كانت ترية ومثمرة وأنها خلصت إلى التوافق التام في الرؤى وشكر الرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال بطبيعة الحال الآن نبدأ نشاطنا مشاهدين من الملف السوري حيث وفاد مراصل الحدث بتسليم أكثر من 250 من عناصر داعش أنفسهم اليوم لقصد ليرتفع العدد إلى 550 وكان المرصد السوري أشار الارتفاع حصيلة قتل أحداث سجن غويران إلى 166 من بينهم 114 من عناصر تنظيم داعش في الأثناء تهمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق البلاد تركيا بالتخطيط لإحداث فوضى عبر أحداث سجن غويران بمحافظة الحسكة وذلك بهدف إعادة إحياء تنظيم داعش وذلك وفق الإدارة التي أضفت أن ما حدث في أكبر السجون على مستوى العالم الذي يضم عناصر لداعش مخطط له أبعاد خطيرة وأهدف كبيرة تشترك فيه تركيا بشكل مباشر بحسب المعلومات الأولية الموثقة وأشرت الإدارة الذاتية إلى أن مشاركة تركيا جاءت رغبة منها في ضرب الاستقرار أخلق زعزعة وفوضى كما كانت دائما حيث يتمثل هذا المخطط بهدفه الرئيس بإعادة إحياء تنظيم داعش ترجمة نانسي قنقر صحيفة The Times البريطانية من جهتها تهمت الدول الغربية بالتقصير وتجاهل خطورة سجون الإرهابيين وضفت أنه لا يمكن الاستمرار على نهج ذاته وتكرار الخطأ بعد هجوم الحسكة وصف The Times تناسية وجود سجون تاوي هذه الأعداد من عناصر تنظيم داعش وصفته بالفضيحة وأكدت أن بريطانيا ودول أوروبية أخرى أدرت ظهرها ورفضت السماحة لعناصر داعش وعائلتهم بالعودة لبلادهم حتى للمحاكمة وألقت باللائمة كذلك على سحب الرئيس الأمريكي السابق لنصف قواته من شرق سوريا ومواصلة تركيا لهجمتها على مناطق سيطرة الأكراد وأشر The Times إلى وجود 12 ألف أسير تحت قبضة قصد بينهما الفان على الأقل من الأجانب إضافة إلى 70 ألف أمرأة وطفل في مخيمات للنزحين ترجمة نانسي قنقر معنا من إسطنبول الأكاديمي والباحث السياسية التركية السيد مهند حافظ أغلو سيد أغلو أهلا بك معنا إلى هذه الساعة على الحدث ومنذ الساعات الأولى لأحداث الحصة كقوات سوريا الديمقراطية قالت إن ما حدث ويحدث بمخطط تركي بتنصيق مع النظام كذلك ما أثار ويثير تساؤل لماذا ما الهدف التركي من محاولة أحياء داعش كما تقول قصد طيب الله وقاتك أستاذ التسابيع أهلا بك أهلا بك يعني إطلاق الاتهامات دون دليل يؤكدها والواقع يعاكسها ويثبت العكس أن تركيا هي أضو في التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة تركيا بشكل يومي بشكل يومي هنا في الداخل التركي عمليات استخباراتية أمنية ضد عناصر داعش في الداخل التركي العام الماضي والذي قبله تركيا سلمت كثير من العناصر من داعش إلى بلدانهم الغربية التي جاءوا منها يعني الحدود التركية تبعد عن مدينة الحسكة التي هي في العمق السوري أكثر من 250 كيلو متر هي محاولة هروب للأمام من خلال هذه الاتهامات بحسبهم بحسبهم هناك حالة من الاستقرار النسبي لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية على المنطقة الأمر المزعج بالنسبة للجانب التركي يا سيدتي أولا تركيا ما يهمها في كل الموضوع هو حفاظ على أمنها القومي وحماية المدنيين من أي قصف يتعرضون له كان من النظام كان من قصد كان من روسيا كانت الجهة التي تقصف المدنيين لأنه بطبيعة الحال سوف ينعكس على الداخل التركي وبالتالي تركيا ما يهمها هو الحفاظ على أمنها القومي ما الذي يدفع تركيا للذهاب إلى الحسكة الأمر غير منطقي وغير مقبول أنا في تقدير شخصي أن هناك تنسيقا ما بين قصد وما بين إيران لاستخدام داعش في سوريا ليكون هناك الاستفادة من الوضع في العراق هناك كان تزامن ما بين العمليات في الحسكة بسبب داعش وما جرى في عمليات قتل وخطف في العراق يبدو أن إيران تريد أن تبقى يدها على العراق وعلى الوضع العراقي ولكن لا يمكن أن نتهم تركيا بأنها هي من يعني ربما ليست هي الاتهامات الأولى سيد أوغلين تتحدث وكأنها المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات لتركيا بنوع من التنصيق والوقوف خلف داعش حتى وصول الدواعش وقت قيم ما يسمى أو ما عرف بالدولة الإسلامية كان يتم عبر تركيا يا سيدتي عناصر داعش لم تدخل أولا يعني للتوضيح المسألة عن عناصر داعش لم يدخل إلى سوريا فقط من تركيا دخلوا من الأردن دخلوا من العراق دخلوا من الأردن هل يعني أن هذه دول كلها مشتركة ودعمة لداعش هي عبارة عن طرق للوصول إلى سوريا كونها ممر وكونها طريق هذا أولا ثانيا الواقع يثبت عقس ذلك ثالثا الاتهامات كلها تخرج من قبل من من قبل الانفصاليين الأكراد ما يسمونه بقسد ضد الحكومة التركية وضد تركيا هم فقط يحاولون الهروب إلى الأمام وتتخذون وجود تركيا في الشمال السوري شماعة لعملياتهم هذا لا ينفي هذا لا ينفي المخاوف التركية من ديمومة الأمر الواقع مناطق بسيطرة كاملة للأكراد في الجغرافيا السورية أليس هذا هو القلق التركي الأول طبيعي والتركيا قطعت هذا الحبل من خلال عملياتها العسكرية في الشمال السوري وقطعت الإمدادات التي كان مخطط لها أن تكون مستمرة من جبال قنديل وحتى عين عرب في الشمال السوري أو حتى إلى عفرين حتى ولكن العمليات العسكرية قطعت طريق على هذه المنظمات الإرهابية ومن هم خلفها من دول أوروبية أو غربية يحركونهم كما يريدون لإثبات وجودهم ولإضاعف تركيا في ملفات أقليمية أو دولية في المحصلة تركيا لن تقبل أن يكون هناك ممرا إرهابيا على الامتداد ما بين سوريا والعراق وطرت تركيا لهذه العمليات العسكرية وإذا ما دعت ضرورة لعملية عسكرية فإنها جاهزة ووزير دفاع أكد هذا منذ أيام أنه إذا ما كان هناك ضرورة لأي عمل عسكري فإن تركيا لن تتوانى عن حماية أمنها سواء كان في البر سواء كان في البحر لذلك لا أحد ينتظر من تركيا إلا أن تكون قاطعة لهذه المنظمات الإرهابية وطريقها نحو الداخل التركي كما كانت في السابق يعني اليوم تركيا مستجدة وتركيا جديدة تركيا ليست تركيا قبل عشرين وعشرين عاما تركيا اليوم في تطور استخبارات أمن عسكري سياسي وتورط في أكثر من جغرافيا وأكثر من ملف ما سينعكس حتى على الانتخابات القادمة يعني هذا جدا لا يتسع له وقت هذه المداخلة على كل من إسطنبول الأكاديمي والباحث السياسية في ثواني تفضل يعني وجود تركيا في هذه الملفات يعني أرغمت عليه رغما باستثناء الملف الليبي الذي كان باتفاق شرعي مع الحكومة الليبية لهذا قلت لك جدا لا يتسع له وقت هذه المداخلة على كلين من إسطنبول الباحثة التركية سيد مهند حافظ أغلو شكرا جزيلا لك سيد أغلو على هذه الإضاحات أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات قادمة عبر الحدود مع سوريا وقال الجيش في بيان إنه أحبط تهريب ما يزيد عن 350 ألف حبة كابتاجون و150 كف حشيش وقرابة 1400 شريط جاليكا و86 شريط ترامدول ونصف كيلو جرام من مادة الكريستال من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية وللك بعد فرار المهربين إلى العمق السوري بعد الاشتباك معهم وأكد الجيش أن قواته ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب نشرت صحيفة لومون تحقيقا تحت عنوان الأسد زعيم تجارة الكابتاجون في شرق الأوسط أظهرت فيه تحول الأراضي السورية الخاضعة للنظام إلى منطقة الانتاج الرئيسي للكابتاجون وهو الأميفيتامين وقالت إن الشبكات عدة تابعة للنظام منها تلك الموجودة في لبنان تولت نقل الشحنات إلى الخليج وعادت الصحيفة إلى بدايات القصة عام ستة وسبعين عندما أرسل الرئيس حافظ الأسد جيشه إلى لبنان حيث دعم زراعة الحشيش في سهل البقاع وعمل على إنشاء مختبرات لتجهيز الأفيون قالت إن بارونات نظام الأسد الذين يديرون هذه الأعمال قاموا بتجنيد رجال عصابات أطلق عليهم اسم الشبيحة المقال أشار إلى تراجع تجارة المخدرات عبر لبنان مع انسحاب الجيش السوري عام 2005 لتعود في السنوات ازدهرت ويرش صناعة الكابتاجون المحلية الصحيفة قالت إنه بموازاة هذا الواقع طور داعش مصنعا خاصا به للكابتاجون وتم تهريب المخدر إما إلى تركيا أو مناطق النظام لكن بعد استعادة الأسد بعض المناطق أصبح بلا منازع هو زعيم الكابتاجون الأول على المستوى الإقليمي وقد أدت العقوبة الدولية المفروضة على نظام الأسد لدفعه إلى اعتماد سياسة استباقية لإنتاج وتسويق الكابتاجون وتولى المسؤولية التنفيذية شقيقه مهر الأسد ونقلت الصحيفة وقايع عن تحقيق نشرته نيويورك تايمز يكشف اثنين من المستفيدين من الحرب باعتبارهما شريكين المدنيين الرئيسيين لهذه التجارة هما عامر خيتي وقد تمت مكافأته بمقعد كنائب يوليو من العام السابق أو الأسبق وخضر طاهر وقد قلده الأسد وساما الاستحقاق وقالت الصحيفة إن العلاقات الوثيقة بين الأسد وحزب الله تعززت بسبب الحاجة لتصدير الكابتاجون إلى السعودية وبعد قرار السعودية فرض حظر على الوردات الزراعية اللبنانية تحول النظام السوري إلى الحدود الأردنية التي أصبحت مسرحا لمحاولات تهريب كميات كبيرة من الكابتاجون مشاهدين نقاشا لذلك ينضم إلينا من الحدود السورية التركية ناشط السياسية سيد إبراهيم الإدلبي هذا التقرير يعني علاقات حزب الله بالنظام السوري وتجارة الكابتاجون معلومة ولكن هل يتولى مهام إدارة هذه التجارة في هذه المرحلة بشار الأسد بنفسه أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين بداية دعيني أن نوه إلى الفقرة التي قاموا بربط بداية إنتاج المخدرات أو الحشيز زراعة الحشيز في لبنان وصولا من حقبة الأسد إلى حقبة الأسد لبنان أنه لا تغير في عملية مكافحة المخدرات بالنسبة للأسد الأب وحتى الأسد الأب الأسد الأب الذي قام برعاية الحشيز في البقاع والمناطق اللبنانية من أجل تمويل بعض العمليات الغير مشروعة أو التنظيمات كحزب الله وغيرها أو حتى الأسد الأب الذي يقوم الآن برعاية تجارة المخدرات والكيبتاجون والميث في سوريا وتصديرها إلى الدول المحيطة من أجل تمويل أيضا الميليشيات الإيرانية التي تشرب بشكل مباشر مع حزب الله والفرقة الرابعة على عملية التهريب إن كان بالنسبة للجوار أو حتى عبر المنافذ البرية والبحرية التي تخضع لسيطرة هذه القوة والتي تقوم بتصدير المواد المخدرة إن كان إلى منطقة الخليجة العربية أو حتى إلى أوروبا بشكل عام ما طبيعة أدوار عامر خيتي وخضر طاهر في هذه التجارة خاصة أن تقرير ربط بين هذين الإسمين ومناصب تحصل عليها من النظام السوري 2020 نعم صحيح هذا الكلام التقرير فقط نوه إلى هذين الإسمين الأول إن كان عامر الذي يكوفي بمقعد بمجلس الشعب وذلك جراء خدماته التي قدمها ضمن أطر الفرقة الرابعة وعملية تهريب المخدرات استنادا إلى التقارير السابقة إن كان نيوروب تايمز أو حتى وغيرها من الجهات المختصة والتي نشرت أيضا تقارير كان صحفية وحتى استقصائية عن عمل هذا الشخص عامر أما بالنسبة لشخص الآخر الذي كفاه النظام بأعلى وسام في جمهورية العربية السورية وهو وسام الاستحقاق جراء خدماته بتسهيل عمليات التهريب بالنسبة للقطاع التابع للميليشيات الإيرانية وميليشيا حزب الله تحديدا في منطقة حلب وريفها وأيضا الذي له دور كبير جدا في عملية التهريب بالتجاه العراق وذلك استنادا على التقارير الصحفية والتحقيقات الاستقصائية التي شركت فيها بعدد كبير من الجهات المختصة والتي أكد الضلوء على هذين الشخصين الموضوع لا يقصر فقط على هذين الشخصين الموضوع هو أمبراطورية من التهريب برئاسة الأسد الذي يشرف على عملية تهريب إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر هنا لا يمكن الرابط إن كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولكن ماهر الأسد الذي يدير الفرقة الرابعة وهي التي تلعب دور رأس حرب بعملية حماية المواقع التي يصنع فيها الكابتيغون أو حتى مواد الميث والتي تمكننا من رصد حتى في سوريا في العموم خمسين موقع منها حشيش وكابتيغون والميث خمسة عشر موقع التي يديرها حزب الله بشكل مباشر والميليشيات الإيرانية بالإضافة إلى عشر مواقع فقط من معامل الكابتيغون والميث التي تشرف عليها ولكن ماذا وراء هذا النشاط يعني إن كانت تجارة المخدرات مع لبنان مثلا تراجعت مع انسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2005 لماذا عادت هذه التجارة للنشاط وما علاقة ذلك بحجم الضغوطات الاقتصادية التي تتعرض لها إيران انطلاقا من نهاية حديثك هي حجم الضغوطات الاقتصادية بجراء الحرب الدائرة منذ 11 عام في سوريا احتاج الأسد لعملية تمويل غير مباشرة وغير شرعية خصوصا في ظل العقوبات التي فرضت عليه على مدار السنوات الماضية وليس آخرها قانون قيصر الذي حجمه بشكل اقتصادي بشكل كبير جدا اضطر النظام إلى الاستثمار بعملية المخدرات والمواد المخدرة وإرسالها إن كان طبعا هنا تحت أهداف نبدأ باقتصادية الهدف الاقتصادي وهو الحصول على المادة الصعبة وهي العملة الصعبة التي يقوم بتمويل الميليشيات الإيرانية المتواجدة على الأراضي السورية والتي لا تدخل ضمن ميزانية وزارة الدفاع وحتى ضمن ميزانية الاقتصادية للدولة لذلك هذه الأموال التي يحصل عليها من عملية الإتجار التي تقوم بتمويل بإنشاء بعض الشركات بالنسبة لبعض الأشخاص الصعيدين التابع المحسوبين على النظام والذين يقومون بتلخيص شركات مع استراض وتصدير ويقومون بالنقل بناء على آخر حصائل ديرش بيغل والتي نوهت إلى أن الشحنة المخدرات التي تمت مصادرتها في إيطاليا في 2021 والتي بلغت مئات مليون دولارات والتي بدأت بعض الحديث تحدث على أنها أكبر شحنة بالنسبة للعصر الحديث كان أحد مالكي هذه الشحنة أو من خلال جرش بيغل صرحت أنه من عائلة الحميدة أو ما شابه ذلك وهو مقرب من رئيس أمن الدولة السابق في محافظة حلب والمحسوب أيضا على النظام السوري إذن نجد أن النظام يتربى على عرش من الشبكات إن كان داخل الدولة أو حتى التجار بالنسبة لتهريب المخدرات أيضا على المستوى السياسي هناك هدف مباشر لأن نظام وإيران من خلال عملية تصدير المخدرات بالنسبة للخليج تحديدا السعودية ودول الخليج إن محاولة إغراق المنطقة منطقة الخليج العربي بالمخدرات ستلفت أنظار القيادات الموجودة هناك إلى المزيد من الإيرادات من أجل مكافحة انتشار المخدرات والجريمة المنظمة تبعية هذه المخدرات في المنطقة مما سيؤثر إلى تعاطيها على بعض القضايا وهذا ما يهدف إليه النظام تحت زريعة مبدأ أنا جزء من المشكلة وأساس من وضح تماما ما تذهب إليه بحديثك من الحدود السورية التركية الناشط السياسية سيد إبراهيم الأدلب شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به معنا من إضاحات وفي نشط أيضا بعد قليل أراقيون يدشنون حملة لمقاطعة المنتجات الإيرانية اشتركوا في القناة حدث يغير شيئا في حياة أناس في قرارات قادة وفي مصار لدول لأنه لكل خبر تداعيته تابع الحدث في مكانه وزمانه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أنا من جديد مشاهدين قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان المقدم من قبل النائب سمخشان وذلك حول عدم دستورية انتخاب هيئة رئاسة مجرس النواب العراقي لوجود مخالفات دستورية أضفت المصادر أن المحكمة تأكدت بأن الادعاء على أن الجلسة قد علقت من قبل المشهدان لا يوجد ما يسنده قانونيا مقررة إلغاء الأمر القاضي بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان من بغداد ينضم لنا الزميل سامر الكوبيسي سامر أهلا بك معنا في هذه الساعة وحتى اللحظة ما هي ردود الفعل حول إقرار المحكمة دستورية الجلسة الأولى وبالتالي شرعية ما تم فيها من إجراءات تولى بها الحلبوس رئاسة البرلمان في البداية مساء الخير تسابيح اليوم ردت المحكمة الاتحادية الطعون التي قدمها الإطار التنسيقي للمرة الثانية على التوالي في البداية كان الإطار التنسيقي طعن بنتائج الانتخابات وشرعيتها واليوم أيضا ردت المحكمة الاتحادية الطعن الثاني وهو بشرعية الجلسة الأولى البرلمان بمعنى آخر أن المحكمة الاتحادية ردت جميع الطعون التي قدمها الإطار التنسيقي ومن معه لأن الإطار قدم مدعوما بمحمود المشهداني وكذلك أن أباسم خشان قدم هذا الطعن إلى المحكمة بعدم شرعية الجلسة الأولى لكن مع التأكيد من قبل المحكمة الاتحادية على شرعية الجلسة الأولى ورد الطعون وإلغاء الأمر الولائي الذي بموجبه توقفت رئاسة البرلمان عن الاجتماع بالنواب أو حتى عن ممارسة مهامها في مجلس النواب لكن سيترتب على هذه الجلسة الشرعية اختيار رئيس لجمهورية يتم التصويت عليه داخل البرلمان في الثامن من الشهر القادم بمعنى آخر أن المدد الدستورية ما زالت مستمرة دون توقف حتى مع توقف رئاسة البرلمان عن الاجتماع بسبب الأمر الولائي بعد التصويت على رئيس الجمهورية بخمسة عشر يوما ستقدم الكتلة الأكبر والتي هي حتى هذه اللحظة هي الكتلة الصدرية مرشحها ربما مدعوما من الحزب الديمقراطي الكردستاني وكذلك من الكتلة السنية المجتمعة طبعا بالحلبوسي والخنجر ربما ستقدم الكتلة الصدرية مرشحة لرئاسة الحكومة القادمة خلال خمسة عشر يوما بعد التصويت طبعا على رئيس الجمهورية أهم ردود الفعل حتى هذه اللحظة تسابيح جاءت من مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري والذي أكد بأن ما جرى في جلسة البرلمان الأولى هي مسرحية سياسية قام بها الإطار ومن معه ربما هذا أقوارت فعل وأورت فعل على هذا وهل من أي موقف سامر صدر حتى اللحظة من قوى الإطار التنسيقي تسابيح بحسب طبعا المصادر ننتظر التأكيدات طبعا خلال الساعة القادمة الإطار التنسيقي سيجتمع اليوم لبحث شرعية هذه الجلسة الأولى وما سيكون موقفه زعيم عصاب أهل الحق قيس الخزعلي في مقابلة تلفزيونية ربما قبل أسبوع من الآن أكد بأن جميع قوى الإطار التنسيقي مجتمعة ربما ستذهب إلى المعارضة أو حتى مقاطعة العملية السياسية وربما أيضا الوقوف بشكل أو بآخر من حكومة الأغلبية القادمة من خلال مجلس النواب بمعنى تعطيل القوانين وتعطيل التشريعات التي ممكن أن تصب في إنجاح هذه الحكومة القادمة حكومة الأغلبية أيضا تسابيح نتحدث بعض المصادر ننتظر أيضا تأكيدات وهو وصول قاءاني إلى بغداد في زيارة غير معلنة ربما لاتخاذ قرار أو تفاهمات مع الإطار التنسيقي في شكل العملية السياسية مستقبلا على الأقل فيما يخص الإطار التنسيقي هل سيكون مشاركا فقط في البرلمان وسيبتعد عن الحكومة أم سيكون جزء من الإطار التنسيقي سيذهب مع الكتلة الصدرية كما قال مقتدى الصدر والذي أكد في كلمته قبل قليل بأن ربما مجموعة من الإطار التنسيقي ستذهب معه بشكل أو بآخر من أجل تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية التي وعد فيها من بغداد الزميل سامر الكوبيسي سامر شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات أكد وزير طاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال توقيع مذاكرة تفاهم في مجل الربط الكهربائي مع العراق أن المملكة تهدف لتحقيق الاستثمارات المثلة في الربط الكهربائي لتحقيق مستهدفات رؤية 20-30 موضحا أن السعودية تسعى لاستكمال جهود ربط الشبكات الكهربائية في العالم العربي تعاون الحكومة العراقية الحالية فيما يتعلق بمنظومة أوبيك بلس كان الأفضل تاريخيا وكان الأنجع والأفيد للجميع بما في ذلك العراق والمملكة تاريخيا لم يحدث أن هناك اتفاق لأوبك أو أوبيك بلس كان بهذه الفاعلية وبكادها الجدية وبهذا الالتزام وهي كانت مراهنة أعتقد أنها كانت مراهنة من الحكومة العالية في أن التقييد والالتزام بهذه الاتفاقيات سيكون له منفعة أكبر للعراق ناهيك عن منفعة الدول الأخرى لكن ما تحقق على أرض الواقع هو أن المنفعة أمة الجميع وكانت المصلحة تتحقق للجميع وهذا شيء من الحقيقة لا نريد أن نبرهن عليه أحنا كوزيرين لكن هو حال محسوس وملموس الآن وبإمكان كل من كان مشكك في ذلك أن يراجع أوضاع السوق الآن ويراجع داخل دولة العراق وداخل المملكة الآن من هذا التعاون البناء سواء ثنائيا وهو أمر ما أنهى مديم لأخي وزميل الأخ أحسان ومرتضى أخه وصديق ومحل ثقة وأعرف يقينا أن تواجده ومشاركته في مجتمعات أوبيك بلوس كانت الأكثر فاعلية والأكثر زي ما ذكرت سابقاً تحقيقاً لمصلحة الدولتين إنما أذكر في مناسبتنا هذه أنه منذ مدة ليست بعيدة وقعت حكومة المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية مذكر التفاهم في مجال تربط الكهربائي بين شبكتين البلدين وقبل أشهر قليلة كنا في هذا المكان شهدنا توقيع عقد إنشاء مرافق مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية واليوم نشهد خطوة أخرى باتجاه استكمال جهود ربط الشبكات الكهربائية في العالم العربي ومنها إلى العالم بإذن الله وهو ما نحول عليه إن شاء الله وفي إطار رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية يأتي مشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي كجزء من خطط الربط الكهربائي في المملكة التي تركز على استثمار موقع استراتيجي للمملكة وطبيعة الشبكة الكهربائية السعودية وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم بين السعودية والعراق أكد حميد الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي على أهمية اتفاقية الربط الكهربائي بين البلدين وذلك لحاجة العراق للكهرباء مؤكدا أن الاتفاقية ستخفف من معاناة المواطن العراقي العراق بأمس الحاجة للكهرباء وهذا الربط سيضيف إلى الطاقة الكهربائية العراقية لتخفيف عن كاهل المواطن العراقي وهذا ما تسعى إليه الحكومة العراقية بالشراكة مع المملكة وفعلا أضفت الجهود بين الجانبين من الفرق الفنية للوصول إلى توقيع مذكرة التفاهم هذا اليوم ما بين الجانبين وهذا فيه مردودات اقتصادية ومردودات سياسية خليها تخيس حملة أطلقها ناشطون عراقيون تدعو لمقاطعة المنتجات الإيرانية بسبب مواصلة طهران قطع الغاز والكهرباء عن العراق ولاقت هذه الحملة تفاعلا واسعا من الشارع العراقي بسبب حصول انخفاض كبير في إنتاج الطاقة الكهربائية في عموم المحفظات العراقية ما تسبب في معاناة كبيرة لدى العراقيين خاصة مع انخفاض درجات الحرارة في هذه الفترة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ووقوفا على ما يحدث مشاهدينا من مواجهات بين عناصر داعش وقوات سوريا الديمقراطية مدعومة بالتحالف من أمام سجن غيران في الحسكة ينضم إلينا الزميل جمعة كالجمعة ماذا يمكن أن تنقل لنا من مشاهد وما هي طبيعة الأوضاع هناك في هذه الساعة تحديدا مساء الخير لك والأسادة المشاهد المشهد تطور بشكل سريح خلال الساعتين الماضيتين هذا هو محيط سجن غيران الذي سيطرت عليه قوات سوريا الديمقراطية بشكل شبه كامل تبقى عبارة عن مبنيين وبعض المهاجل يتم أحكام السيطرة النهائية على هذا السجن في أخبارنا العاجلة منذ قليل قام مئة عنصر من مسلحي داعش وأيضا من السجناء الذين حملوا مع المهاجمين السلاح بتسليم أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية وهو ما يرفع العدد إلى حوالي 800 مقاتل والسجين حملوا السلاح قاموا بتسليم أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية قسد تمكنت من السيطرة على ثمانية مهاجع داخل مبنى السجن الرئيسي وهو ما أدى إلى انسحاب المسلحين بضعة أمكار إلى أحد المباني الملاصقة حتى هذه اللحظة الاستراتيجية العسكرية هنا التي تتبنىها قسد تعتمد على التقدم البطيء بسبب وجود مسلحين يحملون أحزمة ناسفة ويتمركزون بين السجناء هذه هي أصوأ الحصرية التي يتحرك نشاهد خلالها تحرك للمدرعات والآليات تابعة لقسد في محيط السجن بهدف تأمينه بشكل نهائي بتحديث لحصيلة الأرقام وإذا كنت تسمحين لي منذ قليل كنت مع ناطق رسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية قال بأن عدد قتلى داعش وصل إلى مائتين وخمسة وعشرين قتيلا كمحصلة لهذه المعارك فيما فقد ثلاثة وثلاثون من مقاتلي قسد لحياتهم قسد دخلت في بداية مرحلة الحسن جغرافيا بقي أقل من نصف كيلومتر مربع تحت سيطرة أفضانزين يحتوي حوالي 2500 من السجناء السابقين إضافة إلى بعض مقاتلي داعش الذين يستمتون في الدفاع عن مواقعهم وأين يتحصنون في أي نقاط لأن ضربات التحالف كانت تتركز على بعض المباني حول سجن غويران يتحصن بها عناصر داعش هل ما زلت هذه الضربات مستمرة؟ محيط سجن غويران تم تحريره بالكامل نحن نتحدث الآن عن المبنى الأساسي السجن نفسه نعم نعم السجن نفسه حتى داخل السجن تم سيطرة على ثمانية هنجارات وما هو هو الأمر الذي ساعد على استسلام حوالي 800 من مسلحي داعش وأيضا السجناء الذين حملوا السلاح إلى قوات سوريا الديمقراطية نحن الآن نتحدث عن قرب الحسم عندما سألت من ذو قليل لأننا نغفق باسم قوات سوريا الديمقراطية قال بأننا نتقدم ببطء لأن هناك انتحاريين يتمترسون بين السجناء وأيضا بين القصر إضافة إلى أن هناك أسرى من حراس السجن التابعين لقصد بيد هؤلاء هذا الأمر يبطأ العملية العسكرية وأيضا يلغي أي دور للطائرات المروحية وحتى الطائرات الـ F-16 بقصف سواء مبنى سجن أو محيط السجن لأن الضحايا سيكونون من السجناء وأيضا من أسرى قصد ومن غطفان القصر التابعين لداعش المعروفين باسم أشبال الخلافة طيب بحسب آخر تحديث جمعة كما قلت قبل قليل 225 قتل من داعش حوالي 800 سلموا ألف سهم حتى اللحظة هل تحدثت قوات سوريا الديمقراطية عن أي عدد من الفارين حتى الآن أعداد الفارين لا يمكن أحصاؤها بشكل دقيق لكن كانت الأرقام تتحدث عن 80 مسلح وسجين فروا إلى أحياء الزهور وأيضا إلى بعضهم إلى حي غيران أيضا في حي غيران تساعد نطاق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية اليوم قصد تسيطر على حوالي 85% من حي غيران يعني بقية 15% فقط تحد سيطرة مسلحي داعش الذين يتحصلون في بعض المواقع والاشتباكات تتركز في هذه البقعة الجغرافية الضيقة أيضا حي الزهور مطوق بالكامل ويتم تمشيته لكن نسب السيطرة في هذا الحي لا تزال غير معروفة إلا أنه مطوق بشكل كامل حتى نعرف بالضبط أعداد الفارين من داعش لابد أن نصل إلى مرحلة السيطرة على السجن وبالتالي مقارنة أسماء المتواجدين داخل السجن حتى يتم فعلا تحديد رقم دقيق للفارين من أمام سجن غيران في الحسكة زميل جمعة كاش جمعة شكرا جزيلا لك على ما نقلته لنا من معلومات ومشاهد في هذه الساعة شكرا جمعة إلى ليبيا حيث سانف مجلس النواب ليبيا اليوم جلسته التي علقها أمس لاستكمال النقاش حول شروط تشكيل الحكومة الجديدة ومستقبل العملية السياسية في البلاد مراسل الحدث أفاد بأن المجلس سيذهب إلى اشتراط عدد من التسكيات لكل مرشح لمنصب رئيس الحكومة مع توفر الرصاب القانوني لعقد الجلسة واتخاذ القرارات مع حضور أكثر من 110 نواب لهذه الجلسة هذا وعلقت جلسة البرلمان الليبي لبعض الوقت بسبب مشادة حصلت بين نواب هذه المشاهدة جاءت على خلفية دفاع أحدهم عن حكومة دبيبة ادخال شوف شوف ادخال لحظة بس لحظة 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 محمد لحظة محمد محمد لو سماحت لو سماحت محمد يعمل محمد أسامة لو سماحت عسامة ما تقطعاش بص بدوره أعلن رئيس مجلس الدولة في ليبيا خالد المشري دعمه لاستمرار حكومة عبد الحميد دبيبة في أداء مهمها ورفضه لمساع تغيير السلطة التنفيذية يأتي ذلك قبل ساعات من جلسة برلمانية سيحسم فيها مصير حكومة دبيبة عن طريق التصويت إما لاستمرارها إلى حين إجراء انتخابات أو إقالتها وتغييرها بحكومة جديدة أكد الرئيس المصري عبد الفتاح سيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظره الجزائري عبد المجيد تابون الذي يزور القاهرة حاليا أكد الاتفاق على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون استثناء ووفق جدول زمني محدد كما تناولنا مستجدات الأزمة الليبية حيث توفقنا في الرؤى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بدون استثناء وفي مدى زمني محدد تنفيذة لقرارات مجلس الأمن ذات السلة ومخرجات مصاري باريس وبرلين وبما يعيد ليبيا إلى الليبيين وبما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحقق وحدتها وسيادتها واستقرارها من تونس ينضم إلينا سيد عز الدين عقيل الكاتب السياسي الليبي سيد عز الدين مرحبا بك معنا مجددا على شاشة الحدث وجلسة برلمانية ساخنة بين من يدعم بقاء دبيبة وحكومته حتى إجراء انتخابات وبين من يدعم ضرورة إقالة هذه الحكومة وتشكيل حكومة جديدة كيف تنظر إلى هذا المشهد المنقسم من جديد وإلى أي درجة يثبت لابتعاد تماما عن سيناريو الانتخابات تحياتي واحترامي لك أستاذة تسابيع أهلا بك دوما الحقيقة شكرا جزيلا في تصوري للشخصي هذه مجرد مسرحيات يحاول الغرب الإمبريالي أن يبعد بها شبهة سيطرته الكاملة على الوضع في ليبيا منذ 2011 من ينصب الحكومات هو الغرب الإمبريالي بشكل كامل وخالص الحقيقة حاول عقيل صالح وبرلمانه أن يغيروا السراج وحاولوا أن يغيروا الصديق الكبير اللي هو المفروض أن موظف تابع بشكل تام للبرلمان وحاولوا أيضا تغيير صنع الله وفشلوا فشلا ذريعا بينما عندما أراد الغرب الإمبريالي تغيير السراج استطاع أن يصنع برلمان موازي بقيادة أجنبية خلال أيام وأن يأخذ هذا البرلمان تحت باطة إلى جينيف وأن يزيل السراج وينصب من يريد المؤشرات القوية اليوم من الغرب الإمبريالي تقول أن دبيبا باق ويتمدد السفيرة الإنجليزية قالت بكل وضوح بأن دبيبا باق بل وصوقت وهما للليبيين أن الأوضاع العامة قد تغيرت فعلا إلى الأحسن خلال فترة دبيبا وهي الفترة القصيرة جدا التي لا يمكن أن تسمح بأن يحدث التغيير الذي ادعته السفيرة الإجليزية أيضا سمعنا ستيفاني ويليامز خلال زيارتها للقاهرة وموسكو وهي تقول بكل وضوح بأن همن الأول والرئيس هو إجراء الانتخابات وليس تغيير الحكومة أيضا في لقائها بخالد المشري يوم الأحد الماضي قالت ستيفاني ويليامز والمشري معا بأن أي تغيير للحكومة يجب أن يخضع لخالطة الطريق الخضوع لخالطة الطريق هنا يعني أن تغيير دبيبا يجب أن يكون عن طريق برلمان ستيفاني أو لجنة الحوار وليس عن طريق برلمان عقيلة هذا البرلمان يبدو أن ستيفاني إذا ما وجدت بأن تمت خطر على دبيبا في لحظة من اللحظات هي ستعيد لم شمله من جديد ستأخذه إلى جينيف وهناك سوف يؤكد هذا البرلمان برلمان ستيفاني الموازن الأرفي يعني على الأقل هي تتحدث عن ضرورة الحفاظ الأمر الخطير أختي تصبيح والضربة القاضية جاءت أمس من مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن حين قال بكل وضوح بأنه يحذر تلك الجماعات التي تجتمع خلف الكواليس بمساعدة أطراف مسلحة لتحقيق مكاسب سياسية وهو يقصد تماما تلك الجماعات التي تجتمع اليوم خلف الكواليس من أجل إسقاط دبيبا الولايات المتحدة أمس ومن على أعلى منبر في الأمم المتحدة وهو مجلس الأمن تحدر تلك الجماعات التي تحاول تغيير دبيبا فأي دبيبا هذا الذي سيغيره برلمان عقيلة أعتقد كما قلت أن هذه مجرد مسرحية يحاولون إعطاء واقعا مخالف تماما للحقيقة وهو أن الليبيين هم الذين يتصارعون وأن الليبيين هم الذين يفشلون وأيضا سوف يتدخلون في لحظة من اللحظات هم ودبيبا بأمواله لكي لن يتركوا حول العقيلة إلا أربعة أو خمس أشخاص يعني الآن تم تصراع يحاول عدد من المواليد لدبيبا داخل البرلمان أن يقدموا المبرر على أن دبيبا يجب أن يستمر ولكن حين يفشلوا فإنهم سوف يستخدمون حراوة عدم تحقيق النصاب القانوني العقيلة وهنا سيجد عقيلة معه نفر قليل جدا لا يرتقون أبدا إلى مستوى تغيير الحكومة وبالتالي أعتقد أن دبيبا باقي ويتمدد وهذه هي الإرادة الغربية وهؤلاء هم أصحاب الحكومة الآن منذ 2011 هم الذين ينصبون من يريدون ويتردون من يريدون نعم سيد عزدين الأمر شائك متداخل وارتداداته وسيناريوهاته معقدة ومركبة للغاية ولكن هذا ما سمح به وقت المداخلة من تونس السيد عزدين عقيل الكاتب السياسي أليبي شكرا جزيلا لك سيد عزدين على هذه الإضاحات التي تفضلت بها مشاهدينا هذه النشرة انتهت إلى اللقاء اشتركوا في القناة